أعلن البنك المركزي ارتفاع حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس إلى 28 مليارا مع انتهاء اليوم الرابع لشراء الشهادات قال الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي أنه تم جمع ثمانية مليارات جنيه قيمة عمليات بيع شهادات الاستثمار في مشروع قناة السويس أمس الثلاثاء فقط ليصل إجمال بيع الشهادات إلى 28 مليار جنيه توقع محافظ البنك المركزي خلال تصريحات خاصة للحياة الآن أن ينتهي البنك المركزي من جمع المبلغ المطلوب لاستكمال عمليات الحفر وهو 60 مليار جنيه خلال أيام قليلة